بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من الستوديو التحليلي والنهاردة حيبق على قناتكم وقنات من قهدي من وراء نار من العيار السقيل وراء مهمة جداً في مسيرة النادي الأهلي الإفريقية في مواجهة سانداونز الجنوب الأفريقي مواجهة متكررة يمكن المرة الخامسة أو الرابع على التوالي في الجولة التالثة من دور المجموعات بدوري أبطال الإفريق ماتش النهاردة ماتش صعب وفي نفس الوقت ماتش سهل ما بقولش الغاز ولكن هو ماتش صعب نتيجة الموقف اللي احنا تحطينا فيه اللي احنا تحطينا فيه بعد فوز الهلال في مبارتين وفوز سانداونز في مبارتين ولكن ما تنسوش حاجة مهمة جداً جداً إن احنا لنا مباراة مؤجلة مع الأوتن الكاميرون احنا لعبنا مباراة واحدة نتيجتها ما كانت تفصل إحنا وده اللي مصعب الموضوع ولكن إن شاء الله إن شاء الله بداية الانطلاق إن شاء الله للصدارة من ماتش اليوم ماتش اليوم نعديه إن شاء الله بالمكسب وبعدين ندخل على بإذن الله ماتش القطن الكاميروني لو خدنا الماتشين دول بإذن الله هيبقى عندنا ستة نوات تبقى المجموعة متساوي يعني الأمور رجعت تاني زي الأول وضع طبيعي في دور المجموعات إن يبقى معاك منافس وممكن يكون اتنين منافسين لو تتذكروا حضراتكم إن شاء الله ربنا ما يعيدها يعني السنة اللي فاتت كان فيه خسارة من سانداونز مبارتين واربعض ولكن مين اللي تقاهل لحد الآخر تقاهل لحد الفاينال النادي الأهلي فالنادي الأهلي النهاردة ماتش سهل وماتش صعب في نفس الوقت الصعوبة ممكن تحصل إمتى؟ الصعوبة لقدر الله لو أنت مكسبتش حتدخل بقى نفسك في حساب إيه بقى؟ في حسابات بقى؟ ونجيب لقل الحاس بقى ونقعد نحسب ولو هم عملوا لأ النهاردة المكسب ماتش النهاردة ومكسب الماتش اللي جاي بإيدي الموقف في إيدي مش بيادع عمر زي ما بيقوله النهاردة عارفين إنه منافس قوي منافس عنيد بيلعب كرة جيدة عنده خبرات إفريقية وتصدر المجموعة هو لعب مبارتين كسب الماتشين الهلال السوداني وكسب القطن تلاتة واحدة عنده ست نقط وده نفس رصيد الهلال السوداني يعني المنافسة المنافسة ممكن تكون برضه بين الأندية التلاتة إن شاء الله لو كسبنا النهاردة وكسبنا ماتش القطن المؤجل يبقى أنت عندك ست نقط يبقى فيه ثلاث فرقة ست نقط الوضع الطبيعي إن يبقى فيه منافسة ده إحنا بنتكلم على دور مجموعات يعني ممكن يكونش منافسة بين واحد واثنين وتلاتة يعني إحنا استسنيننا القطن خلاص لأنه هو واضح إنه هو يعني مش قد كده هو الفريق اللي هو أقل حزوز في المجموعة أنه يتصدر أو حتى يتأهد تلات فرق ممكن يتنفسه ممكن يتنفسه وضع طبيعي كسبت النهاردة الأمور هتتعادل كسبت القطن إن شاء الله الأمور هتتعادله بقى أنت الأول بإذن الله ممكن تنهي أول برضو إن شاء الله فالماتش صعب أهه وسهل في نفس الوقت النهاردة بإذن الله كلنا عندنا ثقة في جميع اللاعبين بتوع النادي الأهلي بيقدروا دايماً المسئولية الملقوعة لعطيكم وعلى فكرة على فكرة النادي الأهلي ما تخافش عليه أبداً في المواقف الصعب ما تخافش عليه والماتشات الكبرى اللي هي زي ماتش النهاردة كده ما تخافش عن نادي الأهلي أنا متفائل النهاردة متفائل جداً 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 إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي عارفين إن ماتش النهاردة هو البداية الحقيقية بإذن الله للوصول للنهاية إن شاء الله البداية الحقيقية النهاردة بإذن الله طيب هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا لما حضراتكم انتظرونا تجعنا لكم مرة ثانية يا عزيزي المشاهدين كنت بقول قبل الفاصل إن ماتش النهاردة بإذن الله هو وماتش القطن بس ناخد واحدة واحدة كده هما إن شاء الله مفتاح الصعود للأدوار النهائية بإذن الله واللعب على البطولة نادي الأهلي زينا بقول لحضراتكم ما يتخفش عليه في المواجهات الصعبة ما يتخفش عليه في الماتشات الكبيرة ماتش النهاردة ماشي كبير فير السنداونز فرقة جامدة فرقة كويسة فرقة قوية فرقة عندها خبرات ولكن النادي الأهلي ولعبته كلنا عندنا ثقة فيهم نتمنى بس التوفيق للنادي الأهلي في جوه الملعب لعب الن parliament لجوه الملعب ونتمنى التوفيق كمان لمستر كولر في إدارة المباراة النهاردة بإذن الله تعالوا نتمن أكتر نروح لزميلنا فاروق صلاح من فندو الإقامة نتعرف منه على آخر الأحداث قبل ما اللعبة تروح على ملعب المباراة فضل يا فاروق برحب بك كابتن عيمان وبرحب بكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان نامن هنا من داخل المقر إقامة تفريق للنادي الأهلي وآخر استعدادات تفريق للنادي الأهلي لمواجهة تفريق ماميلودي ساندونز في الجولة الثالثة لمباراة دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا بنأكد طبعا على صعوبة المباراة مباراة في غاية الصعوبة مباراة في غاية الأهمية واحدة من أهم مباراة النادي الأهلي في مشواره هذا الموسم مباراة طبعا يعني بيفرد صعوبتها على النادي الأهلي أن هي خلاص موجهة متكررة خلال السنوات الماضية ما بين الأهلي وفريق ساندونز أيضا تحقيق فريق ساندونز لانتصارين متتاليين سواء على الهيلاد السوداني بجنوب أفريقيا بريتوريا أو الفوز على القطن الكاميروني في جروة وأمور بتزيد من صعوبة اللقاء وأيضا فريق الهلال السوداني اللي قدر يحقق انتصارين سواء على النادرالي أو على فريق القطن الكاميروني لذلك كان حديث مستر مارسل كولر مع العاب النادرالي ضرورة اقتناص الفوز والثلاث نقاط في هذه المباراة طبعا الفريق كان فرض استعداداته بعد العودة من أسوان على فريق النادرالي مستر مارسل كولر استأنف تدريباته على مدار اليومين الماضيين طبعا الفريق صفحة خلاص مباراة أسوان بدأ الاستعداد لذي المباراة مستر مارسل كولر عقد أكثر من محاضرة مع اللعابين تكلم فيه أمور فنية وتكلم فيه أمور النفسية والضافع النفسية لعب النادرالي طبعا اتفرج على مجموعة من مباراة فريق سانداونز في الفترة الأخيرة والمواجهات اللي جمعتنا بينه ما بين النادرالي وأيضا لقائين فريق سانداونز أمام القطن وأمام الهلال السوداني كلم مستر مارسل كولر مع لعاب النادرالي على ضرورة استغلال أنصاف الفرص في زي المباراة وضرب مثل بيء الشوت الأول من مباراة الهلال السوداني اللي عرض فيه خلال هذه المحاضرة مجموعة من الفرص اللي أهضرها الفريق في مباراة الهلال السوداني كلم النادرالي الفرص دي لو كان النادرالي قدر يقتنس هزي الفرص كانت من الممكن أن يتغير سيناريو مباراة الهلال السوداني طالب اللعيبة بضرورة التركيز من أول دية لآخر دية واستغلال وجود جمهور النادل آلي طبعا نتكلم على جمهور النادل آلي وقال دفع معنوية وجود جمهور النادل آلي وكان يتمنى يبقى الاستاذ بالكامل المليء بالسعر رسمية من جمهور النادل آلي اللي دائما بيبقى ليه كلمة السر وكان دوره مهم جدا فيه مباراة أسوان طبعا نتكلم مع اللعبين على ضرورة استغلال بعض الأمور الفنية اللي تكلم على الجوانب الخططية اللي ركز عليها خلال اليومين الماضيين من طريقة لعب فريق مبيلو ديو سانداون طبعا ياسيني المكاري محلل الأداء كان جمع مجموعة من الفيديوهات لمستر مارسل كولر عايز أتكلم أيضا على التفاصيل يوم لأهل النهاردة كابتن آيمن اللي كان ينطلق في تمام الساعة العشرة صباحا بوجبة الإفطار ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الخامسة خلال هذه الفترة جلسات ودية جمعت مبين وجلسات سنائية مبين الكابتن سامي أمسان وساد عبد الحفيز مع العابل للنادي الأهلي الكابتن محمد الشناء ودوره مع العابل للنادي الأهلي قيمة الكابتن محمد الشناء اللي بنشوفه وقف نفسه بيتابع كل الأمور الخاصة فريق للنادي الأهلي ثم كانت المحاضرة الفنية لمستر مارسل كولر طبعا اللي من خلالها بيوجه تعليماته الأخيرة للعابل للنادي الأهلي وأيضا بيعلم من خلالها تشكيل للنادي الأهلي عايز أأكد أيضا على الروح للنادي الأهلي اللي اتعامل فيها مع مسؤولي فريق ساندونز واللي طلع أشاد بها رولاني مكوينة المدير الفني لفريق ساندونز وأشاد بروح للنادي الأهلي والترحاب اللي وجده فريق ساندونز من جارب مسؤولي للنادي الأهلي وأن هم وفروا أن ملعب المباراة يأدي فريق ساندونز عليه تدريبين رغم أن المعتاد بيكون تدريب واحد وأشاد أن النادي الأهلي واحداً واحد من كبار القرى الأفريقية وكبير القرى الأفريقية وأشد بصعوبة هذه المواجهة أمام النادل أهلي أشد وشكر مسؤولي النادل أهلي على مجهودهم وشكر مسؤولي النادل أهلي على الترحاب اللي وجده فريق ماميلودو سانداونز وده اللي دايما متعودين عليه من النادل أهلي طبعا النادل أهلي هيظهر في هذه المباراة كبتن أيما بيئة زي الرسمي للنادل أهلي بينما فريق سانداونز بيئة زي الرسمي أيضا بيئة الرداء الأصفر صفرة الإثيوبي باملاك التسيمية هي من تدير أحداث هذه المباراة يتمنى طبعا التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة ويكون واحدة من المحطات المهمة جدا في مشوار النادي الأهلي يكون لعب النادي الأهلي النهاردة في قمة تركيزه من شاء الله يستغلوا عنصاف الفرص ويحققوا الفوز على فريق ساندونز إن شاء الله تبقى واحدة من المباراة المهمة جدا في مشوار النادي الأهلي من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الكابتن أيمن شاوي شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح فاروق طميننا على الأجواء وزي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي بيحب يلعب كورة يلعب كورة حلوة في الملعب يعني سانداونز عنده نفس الأسلوب النادي الأهلي بيحب يلعب مع الفرق دي فريد سانداونز بتفكرني في الإسماعيلي لما بيكون في حالته بتلعب نفس اللعب نفس الأسلوب يحبوا لعبه كورة يحبوا المتوعى نفسهم أحياناً بيعمله الأسلوب الجمالي ده على حساب النتيجة في بعض الأحيان سانداونز أحياناً بيعمل كده ولكن هو فريق شبه متكامل جدد عناصر كتير جداً فيه جاب خمس ست سبع العيبة تؤال آه في بعضهم لسه صغير ولكنهم يعني عندهم من الخطورة وخصوصاً في الخط الأمامي بتهديد أي حد وفيهم هدفين كتير يعني فيهم ثلاثة هدفين في الملعب في فرق سانداونز السندي على المستوى الإفريقي وعلى المستوى المحلي نادي الأهلي مش موقف صعب في ناس بتحاول تصور لنا إن إحنا في موقف صعب إحنا كل اللي لعبناها مباراة واحدة وإنت عادي في المجموعة زي ما قلت لحضراتكم معرض إنك تخسر مباراة معرض إنك تخسر مبارتين هو ده اللي حصل في أول مباراة ولكن إحنا لسه لنا مباراة مؤجلة لسه لنا مباراة النهاردة إن شاء الله إن شاء الله نطلع كسبانين لسه عندك تلات أربع مجالات كم هي بس تتصعب لو لا قدر الله تتصعب بس لو لا قدر الله ما كسبتش النهاردة إن شاء الله نكسب بقول لحضراتكم النادي الأهلي ما يتخافش عليه في الموقف اللي زي دي ما يتخافش عليه مع فرق بتلعب كرة حلوة النادي الأهلي بيحب يلعب المتشد دي مع فرق بقى غلصة وتقفل الجيم ده مش ستايل لعب سندونز أبدا واللعب ده أصلا يعني بيبقى غلص لأي فريق كبير يعني تقعد بقى تعاني يعني بتبقى الأمور كلها يعني مباراة دمات إي سندونز بيحب كرة مفتوحة النادي الأهلي إن شاء الله قادر قادر بإذن الله إنه يكسب تلت نقاط النهاردة بإذن الله ويكسب ماتش القطن بس ناخدها واحدة واحدة إن شاء الله وبإذن الله كمان يتصدر المجموعة إن شاء الله كلنا عندنا ثقة في لعبتنا وفي جهازنا الفني كل اللي بنتطلبه بس التوفيق عمل التوفيق في الملعب مهم جدا 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 نما كل ثقة إن لعبة النادي الأهلي نازلة النهاردة أولا مش عايز أقول للتعويض ولكن علشان نسيان نتيجة ماتش الهلال الأولانية ونبتدي النهاردة الانطلاقة بإذن الله الانطلاقة للوصول للمباراة النهائية هي دي عادة لعبة النادي الأهلي مكسب مهما كان بيلعب مين النهاردة فرقة كويسة فرقة نحترمها فرقة كبيرة فرقة عندها خبرات فرقة خدت بطولة بل كده فرقة مدعمة بلعيبة كتير على مستوى كبير أو مستوى عالي لكن النادي الأهلي هو النادي الأهلي النادي الأهلي هو كبير القرى الإفراقية زعيم القرى الإفراقية سيد أزياد القرى الإفراقية هو ده النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله بعد الماتش حنبرك لبعض على مكسب النادي الأهلي ومن ننساش أيضا إن الجيل ده من اللعيبة حقق إنجازات عديدة جدا 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 أولا لو تفتكروا حضراتكم خاد البطولة في نسخوتين متتليتين مرة قدام الزمالك في القاضية ممكن عشرين عشرين كلنا فاكرين طبعا جول محمد مجدي أفشا وكمان أمام كايزر الشيفز الجنوب الأفريقي عشرين واحد وعشرين بالمغرب وكمان السنة اللي فاتت ساعد لنهاء البطولة الأفريقية كلنا طبعا عارفين الظروف المحيطة والمحيطة بالمباراة واللعب ماتش واحد على ملعب المنافس ولكن مش عايزين نتكلم عن موضوع تاني نفس اللعبة دي جابت اتنين سوبر إفريقي نفس اللعبة دي نفس الجيل ده جاب برونزينتين كسع عالم الأندية على المستوى الدولي بعيدا كمان عن إنجازات المحلية وعنده قدرات في تحقيق المزيد من الإنجازات زي النسخة الحالية إن شاء الله يقدر يحققها يقدر يحققها لأن عندهم إمكانيات وعندهم قدرات كبيرة وجاهزينه نفسها وعندهم حاجة كبيرة جدا 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 بقى وحنشوفها النهاردة إن شاء الله جمهور عظيم جمهور كبير جمهور فعلا بيضاحي عشان خاطر ناديه جمهور النادي الأهلي وحتشوفوا النهاردة جمهور النادي الأهلي شكله إيه في المدرجات إن شاء الله إن شاء الله كلنا نفرح بعد المباراة جاز الفني أكيد بقيادة مستر مارسل كولر جهز كل اللاعبين على المستوى الفني والبدني والنفسي أيضا طبعا إحنا كل ماتش يعني مستر كولر بيدوخنا شوية في حتة التشكيل ولكن هو المدير الفني هو قدرى واحد بحالة لعبته سواء فنية أو البدنية ما فيش مدرب مش عايز يكسر ما فيش مدرب في العالم أو في الدنيا مش عايز يكسر فكلنا ثقة النهاردة إن أي تشكيل وأي لعيب حيكون في التشكيل النهاردة كلنا ثقة فيه لأن لعبت النادي الأهلي كلهم رجالة ليهم مسيرة وتاريخ كبير جدا 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 وإن شاء الله زي ما قلتوا لحضراتكم البداية من اليوم الانطلاقة للوصول للمبرارة النهائية النهاردة بإذن الله هي البداية قدام سانداونز خلصت كلامي عندي كلام كتير هقوله إن شاء الله فني مع نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهاردة هنطلع فاصل وبعدين نستقبل نجومنا الكبار كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن قسامة عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن انتظرونا اشتركوا في القناة 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 عندك هنا القناة بالثلاث نقاط اشتركوا في القناة في ايضا لاعبت خالصا لاعبت اشتركوا في القناة الوارد المجموعة كده حالة حتى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هم هم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويعني فيه فرق بتبقى أقل من سات داونز أداءا ولكن فرق عنيفة وفرق يعني فيها احتكاجات قوية زيادة عن اللزوم وتعطيل اللاعب وكده هم ما عندهمش الأسلوب ده هم بلعبوا لعب عادي أو لعب ممتع يعني فإن شاء الله نقدر نتعامل معهم النهاردة ونكسب أول ثلاث نقط لأنها هتفرق كتير جدا في صدارة المجموعة بإذن الله إن شاء الله كتنعادل التحدي جديد وعودة مرة أخرى للأجواء أخرى اللي هي الأجواء الأفريقية يعني إحنا خلينا نتكلمك على عنوين أنا يمكن أنت أحب بداية ما تتكلم في الموضوع العنوين بتاعة المباراة النهاردة أول حاجة أنك أنت بداية من خروج من القبوة الأفريقية بالمباراة الأولى فده البداية الحقيقية بتاعتك النهاردة الثاني حاجة ودي حاجة ضررية كده إنك تطارد الأندية الأخرى سوندونز والهلال إنك تاخد عشان تنفسه ومترجعهم تاني لأنه ما تدهمش للثقة الثالث حاجة ترتيب المباراة لصالحك يعني إنت دخل إنت بتلعب المباراة الأولى بره هتلعب التانية والثالثة على ملعبك والربعة هتلعبها بره فدي حاجة الحاجة الرابعة بقى هو الخروج من كاس العالم من أجواء كاس العالم اللي أنت السؤال اللي أنت قلتها كبيرا إنك أنت خلاص يعني بدأت تتأقلم والرجوع للتأقلم تاني للمباراة الدوري وكاس أفريقيا أنت كنت الأول بتحارب على أربع جبهات بالوقت تشالت جابها مهمة وجابها مؤجلة ليه جابت كاس بص فأنت بتتكلم على أنت بتلعب دوري وكاس أفريقيا فده اللي أنت متعود عليه دايما الحاجة التانية المهمة متقارب المستوى ما بين أفريقيا وما بين الدوري المصري في فرق يعني في بعض الفرق مش في كل الفرق ولكن متقارب أنت تقدر تعمل قاتيم كويس الخروج بقى اللي أنت بتتكلم عليها كابتن أيمن ده ده النهاردة حيبان لأنك أنت ربنا أكرمك بمباراة لما خسرت الهلال لعبت أسواق في نفس الأجواء فأعملت أداء كوي عشان كان عندك تأقلم أنت رجعت بقى لمباراة الساعة تسعة وخلي بالك أنت بالعكس بيبقى أفيد يعني أنك أنت كنت بتلعب تسعة تلعب تلاتة لا ده اللي بتبقى صعبة لكن لما بتلعب تلاتة تلعب تسعة ده اللي تزودك مش تنقصك فالرجوع ده حاجة كويسة النهاردة مباراة تلاتة نقاط ما فيهوش أداء أنا مش عايز أداء أداء كبير يعني ناس زي من يقولك الأداء ومش الأداء أبس أنا بكلمك أداء النادي الأهلي بالالتزام لعبت لأني أنا محتاج المباراة دي أخرج بالتلاتة نقاط وبدون إجهاد في نقطة مهمة برضو كابتن يعني ما نقدرش نخفالها من النهاردة هنلاقي عشر تلاف أهلاوي في الملعب أعودي اللعيبة دي حزها وحش مجربوش المئة وعشرين ومجربوش المئة ألف ومجربوش يعني إحنا كنا بننزل مطشط أفريقيا أول خمس دقايق الفرقة بتتفرج عالجمهور نظب بنجيب جون يعني إحنا لو لعبنا مثلا تلاتين مباراة في أفريقيا أو أربعين مباراة في أفريقيا على استاد القاهرة إحنا جبنا جون في أول خمس دقايق وده بفعل الجمهور الناس بتنزل الميام الرعب الناس بتنزل تتخض يعني بينزلوا يتخضوا من الجمهور والدفع بتاعت الجمهور بس إن شاء الله النهاردة العشر تلاف بمثابة من المئة ألف إن شاء الله خلي بالك العشر تلاف فعلا بقوا منظمين في التشجيع يعني بيخلوك يعني لما بشوفهم أنا بقول هو اللاعب رقم واحد دايما يقوله الجمهور رقم اتناشر لأ أنا بقوله اللاعب رقم واحد هو جمهور النادي الأهل لأنه جمهور الأهل اللي بيوصلك تبقى نجم وجمهور النادي الأهل اللي بيديك القوة وجمهور النادي الأهل اللي بيستحملك وجمهور واعي ما بيحبش يهدي فرقته خلي بالك فيه جمهور ممكن يقلب عليك في الملعب جمهور الأهل ما بيقلبش يعني أكتر حاجة جمهور الأهل يعملها يقولك إلعب إلعب عوزين دوري يقولك إلعب على الدوري لكن عمره ما قال عليك كلمة وحشة لانه عارف ان انت متفرحه كتير وواعي اللي هو عارف ان لما يقول كلمة كويسة ليك انك يشدك مش رجعك الواعي احنا نفسنا كبتل لما بيحصل اي كلمة سلبية شوية او انتقادة شوية الجمهور بيكلمنا يقول لك يعني خلي بالكوا اوقفوا جنب اللعيبة نعم فاقمني فالجمهور النادي الاهل واعي فالجمهور النهاردة يبقى عامل كبير قوي وحاجة مهمة جدا واحنا محتاجين المباراة النهاردة المكسب ده علشان اهداف اخرى هتساعدك في الدورة وهتساعدك في البطولة ان شاء الله بيذن الله ان شاء الله كابتن شريف مفاتيح مكسب النادي الاهل النهاردة الروح والتركيز في المعنى السكوات بتاعك كل اللعيبة شبه بعض زي ما انتفقنا كله حسب الاسلوب اللي بيلعب بيه والاجازية اللعيبة اللي هي موجودة عندك فيه لعيب بتخش مباراة اللي بعده بنشوف ناس تانية بتخش بيهم الحال التدوير بيحاولي رايح بعض اللعيبة وياخد زي كان فيه لعيب بيلعب المطش اللي فات المراز بيتلاقي قاعد برا بيستغله هو في عشرين تلاتين دقيقة انا عزالك عبصة على حاجة بمناسبة عمل التدوير فيه مجهات مهمة قوي 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 ما تحتملش حكاية عمل التدوير اللي حضرك بتكلم فيها يعني مجهات مهمة باش فيها تدوير الاكفاء يلعب او الاجاز بدنيان وفنيان يلعب الاجاز نفسيان يلعب يعني فيه عوامل تانية في المجهات المهمة فرقة زي اللي احنا بلعيبها النهاردة دي لازم بيبقى العوامل عوامل كتير اوه في اختيار اللعيبة المناسبة في كل مكان نهاردة انت هتلعب مهمة طار مهمة طار لشكل البدني الدفاعي والوجومي واللي هتفضل على حسين الشاحات كويس في نفس الحالة اللي هو فيها دي حاجة بترجع الاجهزة الفنية كلها ايه اللي عارفة حالة اللعيبة دي بتخرج من المباراة اللي فاتت شكلها عامل ازاي اللي واخد خطة في انكر رجله اللي جاله شد خفيف احنا ما نعرفوش ايه حالة الكهرباء الكويسة النهاردة وترجمة فوز هل يناسب الكهرباء لنو يلعب قدام ده اللي حتشوف انت لو لعب اساسي وتقول لا كهرباء بتاع مبارات معينة ولا كهرباء يقدر يلعب تلاتين ديئة كان يفيدني في نهاية المباراة يغير شكل المباراة بوجوده وحضوره في منطقة الجزاء هل محتاج انت محمد شريب بسرعته في مع فرقة زي دي تقدر تعمل عليه عمكه هجومي تقدر تعمل كرة طويلة حاجة زي كده هل انت محتاج افشا النهاردة هو اللي بيعمل الاقاع والتمبو بتاع المباراة كلها ويدور كرة يمين ويشمال ودايمن الكرة في رجله بتبقى ليها معنى هل حفجأك ويلعب الرجل بالسيطان بالسيطان يبدأ قصدك بيه يبتدي بيه كل ده بيرجع الجهاز الفني وكل ده بيرجع انت عايز تلعب قدام بشكل عامل ازاي كما تنقلولك دي فرقة بتعرف تمسي الكرة في رجله وعندهم سرعات انهم يغيروا من نص ملعبهم يكونوا عندك في الناحية التانية ويقدروا يترجموا خطورة عليك في اي وقت اذا كان حتى من الكرات السابتة اذا كان من التصوبات في فرقة الحقيقة على المستوى الافريكي والمستوى المحلي بالنسبة لهم هناك فرقة جيدة جدا وتعرف تكسب جوه وتعرف تكسب بره انت اللعيبة بتاعتك بقى هتعمل ايه انا عايزك غير ان انا زي ما قلتلك روحها وسرعتها وتركزها وانهاء هجماتها واستغلال انك انت بوجود هنا تلعب على ارضك اللعب على الارض هنا بيبقى له مميزات كتير جدا انك انت الكرة التانية تقدر تاخدها بسرعة الكرة التانية تقدر تدرجمها كل هجم مليك فيه ازير للجماهير بتاعك بتهز طبعا الفريق اللي قدامك التحكيم بيحاول اديك العدالة بتاعتك لما بتروح هناك او اي حاجة بتبقى الحكاية فيها برضو عشر عشرين في المية مع صاحب الارض انت هنا عندك مميزات كتير جدا تقدر تخلص المباراة في اول شوت ودي مباراة اول شوت مش مباراة تاني شوت مباراة النهاردة لو ترسبوك وخرجوا بيك لبختك يا ببخيت في الشوت التاني ده انت متعرفش النتيجة هتبقى عاملة زي انت نفسيتك حتى انت بتلعب وانت متأخر في المباراة لسه ما احرصش اهداف ده هيخليك عندك عصبية زي ده عندك تصرع في اللعب فدايما احنا كنا تعودنا وتعلمنا في النهار العالي لما تيجي تلعب وتبقى في موقف زي ده عندك اول ربع ساعة تحاول تنهي فيه اللقام اول ربع ساعة تحاول يكون ليك الاسباقية لازم يكون ليك ازواجات التهديف لازم يكون ليك السيطرة واللي انا قلته لك فرض اسلوبك انت تخلي الفرع اللي قدامك ما بتعملش حاجة انها بتشتت الكرة وتلعب كرة طويلة اكيد الكرة التانية كلها بتاعتك والتركيز والهدوء اللي انت بتملكه في خط تفاعك مهدو حامد عبد المنع من الحياة الناس كتير قوي بيقولو بيزودها هو ده ستايل لعبه قبلك هو ده محمد عبد المنع عنده ستايل لعبه فيه فهمته ثانية بيتأخر ماشي فيه اللعيب اللي جنبه بيبقى محتاج ان الكرة تجيله سليمة قوي عشان يتصرف فيها ويقدر يطلع اللعيب يمين ويش ماله حالات نفسية كلها موضوعية بالنسبة للعب ده بيخلص على كل الحاجات دي لما بيكون عندك انت تلات اربع عيبة فايقين في الملعب بياخدوا الكرة التانية على طول بيترجموها عندها سرعات بيخلوك موجود في منطقة الجزاء بتاعت الخصف عندك تصويبات عندك تهديدات عندك كل حاجة عندك ضربات ثابتة كل ده انت في مجمع الحكاية دي كلها في الخمسة واربعين ديال الاولانية عندك فرصة كبيرة انك انت احنا بننادي بالتلات نقاط هما في اول الخمسة واربعين ديال تدخل الهفتايم وانت كذبان بيخشش الهفتايم وانا لسه عندي مهمة سقيلة عليا في الخمسة واربعين ديال التانية طيب كابتن علاء قبل ما نقول التشكيل ايه الاخبار النار؟ ده ممكن يكون في تغييرات في الخط الامامي ممكن تلاتة تغييرة انه اعتقد هيلعب النهاردة اربعة اثنين ثلاثة واحد وانه متأكد انه مش هيجي جنب مرة انا اعطيه ديانج انه هو تتخبتهم والنهاردة فيه انت اللحظ تشكيل بيه اه انت اللحظ تقريبا اه فيه بدال ما اعتقد يا نهاردة في ملعبك والشكلة ده في محمد مكدا يبدأ نهاردة من اول واتلاقي تغييرة كده في الاربعة الابدام يعني لازم فيه وقت غير نقولها تشكيل نادي الايه النهاردة محمد الشناوي لحراس المرمى وخط الدفاع محمد هاني زهير ايمن وعلي معلول زهير ايصر وثنائي قلوية الدفاع محمد عبد المنعم ومحمود متولي زي ما قال الكابتن علاء بيلعب ثنائي خط الوسط النهاردة مروان عطية واليو ديانج ورباعي المقدمة محمد مجدي افشا احمد عبدالقادر حسين الشحاد بيرسي تاو محمد الشناوي لحراس المرمى محمد هاني زهير ايمن علي معلول زهير ايصر وقلباي الدفاع محمد عبد المنعم محمود متولي ثنائي خط الوسط الدفاعي مروان عطية واليو ديانج ورباعي المقدمة محمد مجدي افشا احمد عبدالقادر حسين الشحاد وبرسي تاو كابتن علاء انت حطيت التشكيل مع ميستر كولر درجات دي لا بص ايمن هو ما بشوف المباراة اللي قبلها بتقدر الى حد كبير قوي تقول الملامح فرقيتك النهاردة مباراة مش محتاجة تغيير كتير محتاجة في ناس في الملعب موجودة في الملعب عندها صغف نفسها انت عندك صغف تشكيل اللعب الاخر المباراة وفي انسجام حصل بين ديانج ومروان عطية ملفت جدا المباراة اللي فاتت عشان كده ما غيرش فيه ثوابت فيه ثوابت في كل فريق متكتغير فيها تبقى صعب قوي خصوصا نص ملعبك انت دايما بتتمنى نص ملعبك يحصل فيه التجانس والانسجام بين نص ملعبك حصل في مباراة صابقة ما ينفعش نهاردة غير لو غير النهاردة مش مضمون مروان المرضود دع مرادة اللي فاتت هايل وبداية وامتازة وواحد عايز يقول انا عايز العب انا مش جاي ابقى احتياط الحد بس احيانا يقولك مثلا حمدي فاتحي مثلا لو بدأ هو خبراته للأفريقية احسن شوية من مروان عطية ماشي احيانا المدير الفني يفكر فيه واحد زي حمدي فاتحي هو اللي يبدأ هي دايما في الاخر كل مدير فني عنده عنده فكرة حاجة معينة هو فكر كولر ان لأ مروان عطية وقت دفعه مرادة اللي فاتت كويس اوي لأ تمدينه النهاردة مبارازة هما تكلم وقال كالتنشريف جماهير موجودة على ملعبك فهتجي دفعه كويس اوي هتدي له استقرار كويس والناس اتكلمت عنه مرادة اللي فاتت كويس فليه ما تستخيلش النهاردة موجود مروان عطية وعندي حمد فاتحي موجود انا تماما وتأكد من جهازيته عالجانب الاخر عندك صعب تشيل ديانج الوقت الا الاصابة لقدر لا اقاف هو لقى التوازن في نص الملعب والتوازن في نص الملعب الاتنين دول فيهم حاجة كويسة اولا هما دفعين كويسين جدا عندهم قطع كرة بيحاول لعمل انقضات بيعمل ضغطة كويس اوي الميزة اللي دايما موجودة في لعيم نص الملعب الواحد دايما بيتمنها ان دايما بياخدوا الكرة يروح لقدام ما بيغالوش او في اللاعب بالعرض هما الاتنين عندهم دي دايما في خطوات لقدام كورت القدم الوقتي اللاعب بالعرض واللاعب للوردة اتمنع تماما من سنين الوقت انت ازاي بتفكر تكسب كل خطوة لقدام نص ملعبك لما يروح بكرة قدام وعنده صغف نفسه مروان مروان هو ده الحس ده لكورتر نفسه يعني هو اللي بقى ياخدوا الكورة عن صغف نفسه لعيبة النادر الاهلي مداله صغفة كبيرة جدا وبدأ يلعب لقدام لقدام الا لو طلب منك انت تهد اللاعب بتعمل بتمرير كتير حاجات من ده في وجود محمد مجدي في وجود محمد مجدي مروان عطية يونج محمد مجدي هتلاقي عنده ارتريحية جامدة جدا اللي عنده اتنين سابتين كواسي اقف نص الملعب مميزات ومدفعية عالية جدا جدا فعشان كده النهاردة محمد مجدي هتلاقي كل النهاردة اللي بيفكر فيه ازاي تحركات واستغل التلت الاخير بوجود احمد عبدالقادر انا عاجبين يا احمد عبدالقادر والشحات بداية ممتازة اتنين عندهم صارعة كويسة مهارين كويس قوي واحمد عبدالقادر لو انا منهم ابدأ دايما باخر يعني ماشي ليك اللي هو كرة الصح اي امتا استعمل مهارتي امتا ما استعملهاش امتا استعمل الحاجة الميزة ربنا مدهاني عشان ما تروحش مني عالجانب الاخر حسين الشحات بيقدم مستويات ممتازة اه اي سؤولي كنت تتوقع ان فيه تغيير في مركز الاسحار اه بصوا كولر يعني انا سألت اي حد من يعني شجيع الناد القالم شحنة الامة كورا دايما كولر فيه تغييره في القلب فيه تغييره في الاربع القدام هو نهاردة فضل واحد يمكن بعيد شواء عن كل التفكير بيرسي تاوي هو فكر فيها ازاي هقول لك حاجة هو فكر ان بيرسي تاوي يعرف ويقدر يلعب مع دول انت فاهمني بيرسي له فيه ميزة كويسة ايمن خطواته الاخيرة سريعة وعنده صغف نفسه صحة تحركاته في اخر تلت ساعة بيعرف ما بيه ما بيه عنده حلول ما بيحبش يعني مش عايز حاجة جمالية دايما بيقولك الكورة زيها بتيجي يعني كانت الشريف بيقولك زيها بتيجي بيحاول يخلاصها ودي هو بيدور علينا النهاردة كولر عشان يقدر يحسن مبران باتري الاتنين اعتراف سراعة جدا مهاريين جدا حسين الشحات بيعرف يجيب جول كويس اوي عبدالقادل لما يخش لجوه ويركز التركيز اللي جاب بيه الهدف هايل لو عملها كل مورادي على القل فيه هدف كل مورا وزي ما بيقولك انا الناس دي كلها تحتها محمد مجدي هيعرف استغيل السراعات دي كويس اوي وتحتهم اتنين بتديرو امان تماما واربع وراء موجودين اساسيين اللي مع بعض كتير اوي كل بيتمنى النهاردة بس مساحات الملعب على قد ما اقدر اتحكم فيها كويس خطوطك قريبة كويس اوي خطوطك قريبة النهاردة انت هتعمل ان شاء الله يعني بداية مباراة اذا ما كنتشي بيتمنىها ومباراة ممتازة ان شاء الله وهتلاقي دايما الكورة معاك دايما اي فريق افريق مهما عالي ومهما مستوى تبقى عالية دايما عنده مشاكل في القلب الدفاع عنده مشاكل في الكورة عكسية عنده مشاكل في التمرير السريع لابنى محمد مجدل هو تحرك بيرستاف شكرا بقولك النهاردة مهم او تبت اخير لازم المثبس قلال جدا متطعش منك الكورة والتمرير الاخير لازم بقى عارف انا بعمل ايه بسرعة شوية ودايما استغل الوقفة الغلط بتاع صندوز مهما يعني كنتشي بيتكلم دايما بص ايمن وانت محمد كده دايما مشكلة خط دفاع اي فريق افريقيا ودايما حرس مرمى لو قلت حرس مرمى كويس هتلاقي اتنين بس سكين عندهم اخطاء شكرا نهاردة هم بيقفوا غلطة عطول ودايما عنهم انا عكورة الجال عكسيبت او دايما بفضية فبتمنى نهاردة بقولك بس اللي هتمننا نهاردة بداية المباراة تقفل مساحاتك كويس قوي ودايما اكورة من رجل للرجل وما تستعجلش المكسب صح ممكن المكسات دي تخلص في اخر ثانية لا 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 تخلص في الجزء الثالث الاخير من المباراة ما تستعجلش المكسب بس انت تعمل حاجة مهم او اقام تدي الاحساس والإحاق ان انت انا بلعب على المكسب مش ده ماشي الهلال ايه ماشي الهلال انا قلت ده كلمة هنا انا بحبش المباراة راحة جاية وانت شوت وانا شوت وبراحتك لا 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 مش بالناد الاهلي اه مش مستعجل للمكسب بس انا بعمل كل حاجة عشان اجيب هدف بس في حاجة مهم فضل انك انت بتقدر التحافظ على نظاف الشباك طبعا وده الاهم تكسف اي وقت الكلام ده كله والاسئلة ده كلها يعني ميجي تكلم اسامة وعادل هيقفلها حاجة واحدة بس انت خطوطك قريبة صحيح مفيش مساحات لسان داولز هتبقى كل كرة اخصون الكرة التانية وانا ضامنها النهاردة لوجود مروان وديانك وديانك بلعب فتاح ياسر ابراهيم حمدي فتحي احمد قندوسي محمد شريف محمود كهربا طهر محمد طهر ومحمد اشرف كابتن اسامة التشكيل النادي الاهلي النهاردة طبعا واضح ان ميستر كولر بيلعب بطريقة اربعة اتنين تلاتة واحد ولكن سان داولز يعني تكمل خطورته في الجزء الامان يعني عنده قوة هجومية رهيبة جناحين وعنده لعيب في نص الملعب بيكمل عيب كويس قوي فنص الملعب النهاردة ميستر كولر بيلعب باتنين بس آليو ديانج ومروان عطيه هالي الطريقة مناسبة دي قوة الخط الامامي لسان داولز آه دا يعني انت كنتش الافضل يلعب مثلا بتلاتة في نص الملعب لا ليه ليه يعني طريقة اربعة اتنين تلاتة واحد نادي الاهلي لعب بها معظم مطشاطه سواء مع كولر او حتى في السنين اللي فاتت صحيح كنا بنقلب احيانا لتلاتة اربعة تلاتة ولكن انا برضو تاني في النهاية برجع واقول الطريقة ما بتكسبش الطريقة اللعب ما بتكسبش اللي بيكسب اللعيبة اللي في الملعب وادقهم للواجبات الهجومية والدفاعية بتاعتهم التزامهم اصرارهم التشكيل اللي بيحطه المدير الفني تغييراته اثناء اللقاء كل الامور دي هي اللي بتخلي فرقة تكسب فرقة ادأها احسن من فرقة ايه لا مش طرقة اللعب يعني فيه فرقة تلعب اربعة اتنين تلاتة واحد مش تحب تقديها فيه فرقة تلعب اربعة ثلاثة ابوش اديها فيه فرقة تلعب يتلاحب تمش تعرف ان تقديها وفي العكس ولذلك انت بتلاقي في بطولات اوروبا او كاس العالم او بطولات الدوريات القوية زي الدور الانجليزي ولا الالماني ولا ايطالي طرق اللعب كتيرة جد صحيحة في طريقة غلبة دلوقتي اللي اربعة تلاتة تلاتة يعني بنسبة كبيرة معظم الفرق بتلعب بها ولكن في طرق تانية موجودة الفرق قوية وبتقدي بها احسن اداء يعني في ناس بتلعب ثلاثة اربعة تلاتة في الناس بتلعب اربعة اثنين تلاتة في الناس بتلعب اربعة اثنين تلاتة يعني الهجوم بشراسة هما بيتقلوا الكرة الأدام يعني مرون عطية ما بيتقدمش كتير قوي ولكن هو بينقنا عنده نقل الكرة الأدام يعني بيقطع ويعرف يعمل الكرة الأدام وشوفنا جنين من اللجوم ماتشي أسوان أطيحهم في نص ملعب ولعبهم قدام لأسين الشاحات ولكن موجودين الاتنين في نص الملعب يعني تملي هتلاقيهم مأمنين الجزئية اللي هي بيبقى فيها خطورة دايما وبالذات في الاختراقات اللي هي فيها تمرير قصير والوانتوهات والحاجات اللي هي في عمق الملعب مأمنين محمد عبد المنعب ومحمود متولي ومأمنين البكين المعلول واني في وقت الطلوع وكمان في مساعدة من حسين الشاحات في الجنب اليمين في مساعدة من أحمد عبد القادر في الجنب الشمال وفي مساعدة من أفشا أن ينزل معهم في نص الملعب يعني بيبقى خماسي أحيانا في نص الملعب فأنت كده مش معناها أن أنت سايب نص ملعبك لفرقة سانداونز أنت الأسلوب ده لعبت به فرق كتيرة جدا ومنهم سانداونز أنت حتى في ريال مدريد لعبت كده أنت حتى في ريال مدريد لعبت بأفشا قدق تحت رأس الحرب فدي طريقة طبيعية ولكن أنا بقولك المهم أداء اللعبة في أثناء اللقاء وتنفذهم للتعليمات وحالتهم الفنية بتبقى شكلة إيه لكن نص الملعب لا مش متساب أنت في نص الملعب خمسة في نص الملعب ديانج ومروانة عطيقة مهمهم الدفاعية أكتر الشحات في الجنب اليمين مفروض قفل معه محمد داني لازم يبقى فيه مساندا الناحية الثانية أحمد عبدالقادر وأفشا كمان فأنت ما فيش عجز عندك في منطقة نص الملعب لكن تقدر تقول إيه أن لازم قفل المساحات من المجموعة كلها لأن قفل المساحات تدقيقة لأن فرقة سانداونز خطورتها الكبيرة أنها بتعتمد على الكرات الأسيارة في مساحات ديئة فلازم المساحات بتاعتنا في الدفاع تبقى مقفولة دوما كمان فيه زيادة عندهم أجناحة كويسة قوي السنة مظبوط فيه عندهم مايمة ده وعندهم زهير أيصر زي يعني معلوك ده هايل عندهم برضو ناحة تانية مارسل برافو زي هايل وفيه اللي هو الراجل التلاتة وتلاتين أنا بس مش عارف اسمه تقريبا ميلولة أو حاجة كده رقم مش حافظ اسمه بالظبط رقم تلاتة وتلاتين جايب جونين في مطش القطن وجايب جون في مطش الهلال السوداني هو مش طويل بس هاداف وسريع بيعملوا الحاجات البينية اللي في العمق كويس قوي فلازم المساحات تبقى ديقة من محمد عبد المنع ومتولي وديانج ومروانة عطية وطبعا خالد ومعلول لازم ما يبقاش فيه مساحات كبيرة بين السردباكين بين النص الملعب والسردباكين بين المهاجمين ونص الملعب لازم المساحات تبقى مقفولة بشكل كويس انت في المقابل عندك النهاردة مستر كولر حاطت برسيتا وقدام هي وجهات نظر يعني أنا عايز أقول تشكيل جيد جدا لكن مش معنى ان الموديل الفني عمل كده انه لازم وجهات النظر التانية تبقى متفقة ممكن لما يحط كهربا هيبقى كويس لما يحط شريفا هيبقى كويس أو لما يحط حمدي فتح مكام مروانة عطية حمدي فتح أساسي ولعب من أحسن لعب تلنادي الآن لو انت شايف وجهة نظره ايه في حتة البدء برسيتاو ممكن يكون حاسس ان برسيتاو عنده كميات جاري كبيرة عنده حتة الاستلام الكرة في مساحة لما يكون فرقة سانداونز بتطلع لقدام يقدروا يعملوا قوار في العمق كتيرا يتحرك فيها طولي عشان عنده سرعة كبيرة ممكن يكون ده تفكيره وممكن يكون التفكير برضو انه ناخد منه أحسن حاجة وابتدي نزل مثلا كهربا أو الشريف وقت معين في نص ساعة مثلا في الآخر في تلت ساعة لكن في البداية انا اعتقد وجهة نظره انه الراجل عنده الجري القطري ده كويس اللي هو انت عارف برسيتاو مش راس حربة تسعة يعني مش الطبيعي زي ما انت كنت بتلعب أو بلال أو راس الحربة متعب اه اللي هو راس الحربة التسعة اللي هو في الثمنتاشر وبيستلم بداره هو راس جارة حربة كمان يا راس الحربة اللي ايه؟ لا ان احنا مبشر الناق لا اه لا اه اساسا يعني زي ما عليها بيقول هو اساسا جاي الجناح هو مستر كولر اللي جربه في مقشين ثلاثة في الدوري فجاب له جنين فحب يعمله احيانا بينجح واحيانا ما بينجحش احيانا بيوفق في المكان واحيانا ما بيوفقش بس انا بقولك فكرته هو ان الراجل ده بيتحرك كتير وبيجري جاري قطر كتير يعني بيطلع عالجانب وبعدين يقطع قطر بين السردباكين او بين السردباك والباك فبتحبت له مش متشاف مش متشاف ايه لطو الضعفة وشام بتاعتهم بتاعت مزبوب بتاعت سامد داونز بس سلو عمولهم كده على فكرة كبنا عليك اه يعني ممكن يكون عشان عندهم مشاكل في الخط الخلفي اي فهو ده مش يبقى متشاف انه ممكن يبقى منع الجانب يعني يقطع بينهم تتلعب له او هو لما يوسع يبتدي حسين الشحات او احمد عبدالقادر او افشا ياخد في الحتة اللي بينهم فهي وجهات نظر اه ان شاء الله يبقى موفق بير ستاو ان شاء الله اه طبعا علي معلول رايح الماتش اللي فات علي معلول من الناس اللي لها دور كبير محمد هاني رايح الماتش اللي فات وطبيع انه كانوا يرجعوا اللي اتنين اه ليه دور كبير مروان عطيها زي ما علاء قال عمل ماتش جيد جدا اللي فات بتاع اسوان صح لكن ايضا لو كان حمدي فاتح لعب برضو لعب جيد واساسي في رئيط النادي الاهلي بس هو ممكن يكون شايف انه يكمل على اساس لعب هو فضل مروان مروان على حمدي فاتح برغم الخبرات مع حمدي فاتح الافرقائي هو مش عشان هو شايف ان ده احسن من ده ممكن يكون هو شايف انه مروان الماتش فاتح لعب بشكل حلو فكمل به وفي نفس الوقت استفاد النحام دي بيريح شوية لاني لعب ماتشات كتير مضغوط لكن تشكيل جيد اتمنى اليوم التوفيق ان شاء الله باذنان يا رب ان شاء الله كابتن عادل في ضوء التشكيل ده ازاي النازل قال يتخطى عقب سان داونز النهارة طب عمتا كنت عايز بسه ارجع لحتة بتاعت التدوير اللي هي اللي انت اتكلمت فيها وقلت انه مع كابتن شريف اه ان المدرب المفترض ان هو في بعض الماتشات بعد الماتشات لا 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 هو بيدور عشان الماتشات دي التدوير بيتعمل للماتشات دي الكبير بمعنى انه يريح برا الماتشات الكبيرة مفيش كلمة تدوير في مباراة كبيرة بالضبط ومباراة مسيوية زي سان داونز بلنا نورتو كابتن شريف كنا بنتكلم مع بعض فهو بيبدأ يزبط ثلاث اربع مباراة ما قبل لمباراة سان داونز المدرب غيرنا يعني غير اللي احنا المتفرجين المفترض اللي ماسك فرقه بيعمل استراتيجية مباراة ثلاث اربع خمس مباراة لقدام مش مباراة بمباراة مباراة بمباراة اللاعبين لكن المدرب هو بيزبط الجدول بتاعته وبتاعته اللاعبة هدي دا هين مين وهدي دا ماهينا مين وهدي ماهنا مين حاجة التانية التاشكيل النهاردة انا شايف كله بدأ فيه سرعات يعني بير ستاو مش لعيب سابت لعيب سرعة عبدالقادر مهاره بيدخل لجوة يعني ما بيعتمدش على الكروسات يعني هو مش مستني يعمل كروس من ناحية اليمين من حسين وكروس من ناحية الشمال من عبدالقادر عارف ان عبدالقادر بيخش لجوة وحسين بيخش لجوة فبالتالي بير ستاو يبقى من اللعيبة اللي بيتحركوا في الحاجات السغيرة عنده سرعات ويمكن الكبتن على أقال كلمة حلوة جدا انه كمان متمرس شافهم كتير الحاجة التانية طموحه هو هيلعب قدام فرقة من بلده فالناس هتشوفه كويس فهو بيشوفه في النادي الأهل بأساسي نوع من السقط المدرب لللاعب كمان يعني دي دفع لي اه يعني دي أنا شايفها انه فيه اكتر معنوية اكتر كمان من انها دي عارف ليه علشان يقول ده لعيب اللي هيهتم بيه جنوب أفريقيا ممكن جنوب أفريقيا ما بيهتمش بالنادي الأهل في الدوري مثلا لكن بيهتم بيه في أفريقيا ما بالك كمان هيلعب ساند دونز فده لعيب من جنوب أفريقيا فيبقى شكله انه هو انه بيديله انه لعيب أساسي مش لعيب محترف وبيقعد احتياطي في مباراة مصرية معنى انك انت تلعب ساند دونز يعني انت بتلعب والنادي الأهل متأخر في النتيجة عن الاندالة في المجموعة فانا باعتمد عليك مية في المية النهاردة عايزه في ساند دونز وعايزه بكرة بالسق حتة انك انت ازاي تفكر لساند دونز من الفرق اللي بيلعب كرة شاملة بمعنى احيانا يلعب طويل واحيانا يلعب قصير احيانا يستحوز على الكرة تانية واحيانا بيلعب اللعب المباشر اللي هو ويرجع سنقول لك في حاجة انا فاكر مباراة لمستر موسماني لعب بكذا اسلوب وقدر يكسبهم برغم انه ساب لهم السيطرة يعني مثلا الشوت الاول لعب ورا معهم ولو نفتكر اعتقد جيبنا جول في الشوت الاولاني فالشوت التاني نزل افل الجيم خالص ساب لهم السيطرة لدرجة ان احنا بيناه كلنا مستغربين ومستنين ان ساند دونز جيب جول في اي وقت وفضل في نص ملعبه وكسب وجيبنا جول تاني عن طريق صلاح محسن بكرة طولية وكان خطأ من حرس المرب اي بالزبط هل ممكن نفكر في كده مستر كولر واحنا تصنفنا لجنوب افريقيا ايه مش ليه ساند دونز لجنوب افريقيا في القرى تصنفنا انه هم بيلعبوا الكورة النذيفة اللي ما فيهاش قوة ما فيهاش الدشارة بتاعة اللعيب الافريقى فيها سرعة فيها مهارة فيها كورة متطورة ده جنوب افريقيا انت لما انت موسيماني عارفهم لما بيستفزوهم يدخل فيهم جون بيعملوا عشان كده نزل لعب بزون لكن انت مستر كولر مش هيشتغل على ساند دونز النهاردة لا يستحمل نشتغل على ساند دونز يشتغل عليه هو احنا اللي هنبقى الفعل وهم اللي هنبقوا رد الفعل حتى لو جبت الجون انت هتبقى فعل مش هتبقى رد فعل انت محتاج انك انت تضغط من البداية يعني انا ما بحبش حتة الضغط من البداية لكن انت محتاج انك تضغط من البداية ومحتاج تجيب جون وتأمنه الحاجة المهمة بقى ساند دونز من الفرق فاكر لما بقولك في الدولة يا كابتل ايمن لما بتجيب جون في الفرق الصغيرة البلان بي اللي بيجي عملوا ما بيعرفوش يعملوه لا دا يقدر يعملو فعلشان كده انت بتغير تكتيكك انت يعني انت النادي الاقل ما بيغيرش تكتيكه لما بيجيب جون ولا التاني ولا التالت ولا الرابع بس هو ممكن يحتاج مباراة افريقية في الخارج جلع بزون علشان خطة معينة علشان برضو بيلعب على المكسب فانت ساند دونز النهاردة علشان تكسبه لازم الكرة التانية تبقى بتاعتك دي العلامات بتاعت المباراة علشان تكسب مباراة النهاردة الكرة التانية تبقى بتاعتك اللي استحواز ما تخليهمش في رجلهم كتير لازم تنقض عليه ونتاخد الكرة باسرع ما يمكن كرة اللي وضعت منك لازم ترجعها باسرع ما يمكن الحتة التانية المهمة علي معلول اكيد معمول حسابه النهاردة في الحتة الهجومية لسونت داونز مش الحتة الدفاعية العالم معلول العالم معلول يعرفينه انه بيهاجم فأكيد عاملين طريقة انه هو يلعبه من وراء فلازم انت تكون مستكشفها ودي اللي هيعملها كويس منعم ومتولي يخلي بالهم وديانج ومروان بس الاكتر هيبقى منعم لو منعم لعب ناحية الشمال شوية مش هيلعب ناحية اليمين لو كان متولي فانا افتكر انه لازم يخلي منعم هو لناحية الشمال عشان سرعات عالم معلول لما يطلع منها ده الناحية الدفاعية الناحية الهجومية ونص الملعب لازم ما تبقاش مع سونت داونز تفتح الملعب وتخليها واحد ضد واحد لازم تلعب بلوك واحد لازم تطلع من الدفاع نص الملعب للهجوم في عشرين تلاتين يارضا لانهم مهاريين وبيعرفوا يلعب وعندهم سرعات فانت لازم تهم العكس اللي هم الشناوي النهاردة علي دور كبير انه بيلعب دور الليبرو لانهم بيعملوا الكوار البينية كتير جدا وبيتحركوا تحرك كويس ومين اللي بيتحرك مش للمهاجم اللي بتحرك نص الملعب بيختارك صف اللي في القلب فالنهاردة الشناوي عشان نكسب لازم الشناوي يبقى صحة في الحتة دي الحاجة بقى المهمة والخطيرة جدا فيهم الكوار السابتة النهاردة انت عندك مشكلة عندك اطوال قليلة شوية اطوالك مش كبيرة يعني انت بتتكلم على الرباع الامامي الرباع الامامي كله ما يقدرش يشيل كويس بدماغه كحتة دفاعية نص الملعب دي يانج ومروان دي يانج اقدر اقولك انه ما بيعرفش يلعب بدماغه كويس بدليل انك انت بترجعه في الكورنر اللي ليك بترجعه يقف ورا تمام يا كابتن فانت لما بتيجي تشتغل على الكوار السابتة بتاع الساندونز كوار صعبة وشفنا ايام مساماني لما لعبنا ساندونز هنا في الاستاد كان قبل ما نجيب الجوني الاولاني بتاعنا ليهم كورتين في العرضة من كورنرين فلازم نخلي بالنا من المواقف السابتة جدا لهم لانها هي من الحاجات اللي بيعتمدوا عليها خارج ملعبهم داخل ملعبهم ما بيعتمدوش عليها اللي اعتمد المية في المية لكن خارج ملعبهم بيعتمدوا عليه علشان كده النصيحة اللي عبت النادي الاهلي اول هاجمة لازم تتفنشون ان شاء الله ودي مهمة جدا مش عايزين ضياع اهداف انت بتلاعب فرقة كويسة تعرف تستغل اي فرصة الحاجة التانية المهمة عندهم تهور السردباكين بتوع ساندونز يعني لو هيلعبوهم عندهم تصنع يعني تصرعوا تصرعوا كبير جدا يعني اللي هو مضيوبة ده ومتوبي دولة من الاتنين يا كابتن عندهم تصرع لو هيلعبو لو الاتنين هيلعبو تصرعوا بطء شوية فبرستاهم من الحاجات اللي ملعبوا فيها السرعات جوه التمنتشر برستاهم لو راح جوه التمنتشر بسرعاته هياخذ بنالة النهاردة ولأنهم متهورين فالنهاردة ان شاء الله تلاقي برستاهم في الحتة القلب مش هيلعب على الاتراف كتير خالص هيلعب في الحتة القلب علشان حتة السرعات الصغيرة الخمسة متر والستة متر والسبعة متر وفي اخر الموضوع ندل اهل النهاردة محتاج يكسب بزكاء وليس قوة بس يعني عايزة زكاء وعايزة تقسم المباراة كمدرب انك انت ما تلعبش معهم على وطنة واحدة لانهم بيعرفوا يلعبوا كورة شاملة بس هو حظة بظروف المباراة ونتيجة بار ايه اكتب بس انا اللي عايز اقولك انا مش عايز هم يبقوا صاحب اليد العليا انا اللي امشي بمباراتي زي ما انا عايز يعني بمعنى انا ممكن اوصله ان انا الربع ساعة الاولانية يضغط عليه والربع ساعة التانية ممكن اجرجره عشان يهاجمني لو لقاه لو لقاه بينقامش ممكن لو لقاه واقف وراء اكمل اكمل الضغط هو استمشن ما بين الاتنين مدربين اتمنى ان كولر يفوز بي باذن الله ان شاء الله زي ما كنت بتكلم معاكل ممكن معنا تشكيل سانداونز سانداونز بيلعب روني واليامز الحراس المرمى وزهير ايمن كليكانا وزهير ايصر مودو وقلباي الدفاع مديبة ومفالة بيلعب في نص الملعب بسلاسي مكوينة ومخلسي وميلولا وسلاسي المقدمة مارسيلو برافو وازواني وبيتر شالوليلي كابتن شريف تشكيل سانداونز النهاردة وطريقة اللعب 4-3-3 هو بيلعب بالاسلوب دوت وبالطريقة دي معظم ما تشاته عشان كده كنت بتكلم مع الكابتن أسامة في حتة الزيادة العددية في نص الملعب بس لو تشوف مشوار سانداونز في البطولة وهذا الموسم يعني هتلاقيه مبتدول تصفيات بنتائج كبيرة جدا بسبعة وتمانية وكذبوا الهلال وكذبوا كوتن الكاميروني ثلاثة ولكن لما فرقة زي كوتن الكاميروني تجي فيك جون خدت بالك إذن إحنا عندنا حالة لازم نرثبطها ونربطها إن أنت دفاعك مسموح لي أن يخش فيه أهداف أو أسلوب لعب النادي الآن النهاردة كلنا تكلمنا إن سيمترية اللعبة النهاردة لازم يكون فيها تركيز دفاعا وهجوما لازم تكون كل اللعيبة عندك تبقى ريبة من بعد بتديش مساحات لفرقة زي دي فرقة زي دي تملك وعندها شخصية إن هي تلعب جوة زي بره يعني ما ما بتقلقش وإنت النهاردة مش عندك زي ما الكابات إن قالوا 80 ألف أو في الملعب نحن قبل كده لعبناهم بجماهير وكسبنا ولكن هم إنت لما بتسمح لهم بالاستلام بيكون لهم موجود إنت قولت المطش اللي فات جي محمد طار جابجون وصلاح بعد كده في الآغرة صلاح محسن جف ديال 90 لما حرف مالة زي ده بيغلط غلطة زي ده زي دي إنت دلوقتي غير زمان كمان إنت أعطاك إنتك أحسن إسلوبك أحسن من سكوادك أحسن نهاردة عندك كده لاعب في كل مركز عندك شكل تاني في الهجوم وعندك النهاردة بتقول برستاو يلعب محمد شريف يلعب كل دول سرعات مش برستاو بس لسرعات كهرباء ينزل يمكن يلعب جنب برستاو ويمكن ينزل محمد شريف وكهرباء حاجات كتير عندك تساعدك إنك إنت بتلعب قدام فرقة لها شخصية وأنت بتلعب قدام فرقة لها شخصية وبتفتح خطوطها يفرد شخصيتها غير لما تلعب قدام فرقة بتلعب تمانية وارا بتتكتل وارا وعندهم اسلوب إنهم هيصطدوك في سرعات لأ أنا عندي الجيم المفتوح ده هتتفرج على مباراة الأحسن هيكسب إن شاء الله بكلمك بجد إن شاء الله إنت وجودك وتفكير لعبتك وإحساسها بالموقف النهاردة أكني ده الفاينال ليه مبدأ النهاردة في اللعبة أنا بلعب أكني الثلاث نقاط دول هم آخر ثلاث نقاط في المجموعة أي ودي حقيقة صحيح بداية المجموعة بنسبة لنا الظروف حطتنا زي نهاية المجموعة فبقية النهاردة حالة لابد إن أنا موت نفسي كشخص زي نادي الأهلي وروح نادي الأهلي مش هتكسب غير كده لإنك أنت تعمل بجميع الإمكانيات زيهم بتعرف تلعب كرة بالهار بتلعب كرة بالهار بتعرف تشوت بتشوت بتعرف ترقص عزين شعات وعبدالقادر الراجل برسيته مميزاته بيقدر الكرة عنده رجل شمال قوية جدا ممكن يبعثها في أي وقت وهو الراجل بيراهن عليه في الحتة دي الفانيشينج إنه هو ممكن في منطقة الجزاء أو الثمانتاشر يقدر يتعامل مع كرة كويسة أو فيه ناس بتتعامل على العرضيات بس إنه بيفنش يعني مش بيبتكر بتتعرف فيه حتة شوية لعيب كرة شوية زي الخماسي كده في الجوة الثمانتاشر يقدر يمو ويخش جوة ويبعثها زي محمد صراح كده بيحاول يعدلها دائما على شماله عشان هو بيملك حكاية الشمال دي إنه يبعثها عنده جميع الإمكانيات النهاردة بتتكلموا على مروان عطية إيه الميزة في مروان عطية النهاردة إنه بيطلع باس سليم من رجله مروان عطية عندنا جنب ديانج ديانج إيه اللي كان بنبقى بنقول الباسة بتاعه لا هو الرجل بيلعب على تغطيات وبيلعب على سرعات وبيلعب على حاجات مش حيملك كل حاجة فالراجل رحطط له لعيب جانبه يقدر يستخلص الكرة وروح ونطلع واحد يمين ونطلع واحد شمال في المتاني فإنت عندنا جميع إمكانيات النهاردة بهدوق خالص ولكن بدغط اللي يقول لك أسيب لهم الاستحواز وانا لا ما فيش حاجة دي لعيبة متتسبلاش استحواز دي لعيبة زي ما عادل قال وسامة وعلاء ده تضغط عليهم تفقدهم التصرف في الكرة التانية إيه لعب الطويلة الطويلة المفروض أنت اللي شايف بوشك هم بيبقى ظهرهم للكرة فمش حتخلص الحكاية دي كلها أيما النهاردة غير أنا صدقني المباراة دي أنا عارفة كويس أول بهدف في أول مباراة في البداية في أول مباراة عرضيات والتوفيق يا ما احنا يا ما جبنا جولين ثلاثة في سبعة ثمان دقائية نهينا على مين القصف بنبقى في ظروف زي دي وراجعين وعندنا الروح اللي إحنا عايزين نخلص ونكسب فيها والتوفيق بيبقى من عنده ربنا بس بقى عندك الثقة عندك الثقة في نفسك بس الاستعجال مش مطلوب يعني زي ما قال الكابتن على أنا مش ما فيش حد بيستعجل إنما في حد عنده سرعة أنا عارف بيش الكرة ولاي الفرقة كلها راح تراجعها تاني عندي كونتر التاك سريع واستنى لا أكسب أرض دايما أكسب يعني عبدالقادر إحنا بنقول له إلعب مع الفرقة إنما ساعات بياخد الكرة ويعمل لك سبيس بيعمل لك صغرة جوه ناحية تاني يكون اللعيبة بقيت الناس جاي محمد هاني محمد هاني من أحسن حالاته من أحسن اللعيبة اللي موجودة دي ما هو عنده عنده فكر وعنده كرة تقدر توصلك في أي وقت إنه هو يعمل لك عرضية سليمة بيخش يشوت ساعات عنده رؤية بيعمل سروباس حسيني شحات كذلك بقى بيلعب سروباس قبل ما يوصل عند التمنتاشر من بعد خط النص على طول بيشوف السنتر فرود بتاعك والراجل اللي قطع الناحية التانية وجبنا جوال كتير فعندك الإمكانيات بفكر اللعيبة اللي حتنفزه وبنستغل دايما نقاط ضعف إحنا بنتكلم دايما على مميزات الفريق اللي احنا بنلعبه ولكن مرضو لازم نتكلم على نقاط ضعف اللي حتكسبنا الـ 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 إذا كان مكالة ومديمة ده الـ 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 بيلعبوا كرة زي ده أو بالثقة ها بثقة الكرة والثقة إنه كل ما يحصل عليهم ضغط ما أعتقدش إنه حيبقى عندهم الثقة الكبيرة دي أو فبالتوفيق النهاردة مش محتاجة من لعيبة غير إنه بسق في نفس النهاردة وبلعب الكرة بتاعتها عادية وبخلص المباراة النهاردة يعني دي المباراة اللي ما عندهاش نسخة تانية بالنسبالي مش هيجول يلعبوني تاني هنا في أرضي تاني فلازم بخلص النهاردة الحكاية في أول شوت إن شاء الله أول 45 ديئة بس هو ده اللي مطلوب من لعبة النجل أهلي وعندهم الإمكانات يمخلصوا كده إن صباح كاتل إن أنا بلعب سونداونز أو بلعب آي يعني لو بلعب الزمالك النهاردة حنقول إيه نفس الشكل بنفس الكلام بنفس الطريقة هو بكوت باي أفريقيا دلوقتي بقى الأهلي وصونداون ودايما اللي بيطلع منهم هم اللي بيبقوا دايما يقولوا دول حيوصلوا بلاي ناحية تانية الوداد الترجي هم أربع فرق بيبقوا في أفريقيا بقى لهم تلات سنين ولا حاجة هم اللي عليهم العين هم عنهم نفس الشكل نفس التشكيل نفس بيخش عليهم عناصر جديدة الأهلي دخلوا عناصر جديدة هم دخلوا عناصر جديدة كل اللي محتاجون تنهاردة توفي إن شاء الله بإذن الله كابتن نعلاق موجهة خارج الخطوط بين مستر كولر واربعة واتنين تلاتة واحد ومستر رولاني المدير الجنوب أفريقي بطريق أربعة تلاتة تلاتة البداية هتكون إزاي من الفريتين ماشي تلاتة إزاي دي خليني ناول لكم المخاطرة والمجاسفة مطلوبة من البداية ولا بيبدو تأني في دوق في التزان في الأدوار دي لا لا أستطيعيها عايما مش مباراة مصرية بالنسبة لك فأنت تخاطر ليه من أول مباراة بالعكس نخش مباراة محافظ على شكلي محافظ على طريقتي محافظ دعبت كويسا أن هعمليه في أول مباراة أنا مهم عندي النهاردة أول ربع ساعة مباراة أنت بداية كتابة عاملة إزاي أنا من وجهة نظري كولر هيعمل هلعب ضغط من أول مباراة ضغط عالي لأن سندوز من لعب من نوعية الفرق اللي بتحب بتنقل كورة تزبوط فأنقل كورة أنا عمل ضغط عالي من الأول ضغط قوي لأن فرص اللي هم بيغلطوا كتير دي فرصتك القطعب تبقى قريب جدا لحرس مرمى بتاع سندوز دي حاجة فلجب يستغلها كوي وفي حاجتين كمان أساسيين في الموضوع لا يساعدوا على كده ملعبك وجمهورك لازم يا أيمن إن شاء الله طبعا يعني المدير الفن الزكي يستغل ملعبه وجماهيره النهاردة صح وحاجة تانية جماهيرك النهاردة حاسة بموقفك ولعبتك حاسة بالموقف والاهتمام بالموراء قوي جدا لكن مش خوف كل الحاجات دي لو أنا مدير فني أنا شحنة للعيبة بس الحاجات دي الحاجات دي ما تحطش ضغطات لا 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 أنا أقولك تشحن دوافع كلها دوافع أنا دائما حتة ضغطات على العيبة كلمة ما بحبهاش أنا بحب دائما كلمة دوافع لأن العيبة النهاردة لأهل يا عيما مش النوعية اللي أنا يبقى مضغوط كلام ده تعمله الكلام ده تلعوه مع مع فرق مش متعودة على البطالات مش متعودة على المواعيد الكبيرة اللي دي نعمل قول شكرا بقول لها كانت النهاردة أنا أهم حاجة عندي وده المتأكد من اللي هاملو كولور ضغطة عالي جدا على ساندونس واستغلال أي خطأ وهدف مبكر هدف مبكر زيما كان مطالب كابتن شريف أنت إلى حد كبير هتهدى بالهدف بس مش هتهدى اللي هو الهدوء أنت مستاني لا لا هتهدى أنك أنت أنت بتدور على الهدف أنت اللي عايز الهدف بسرعة مش هو كويس هو في حالة إلى حد ما لو طلع بتعوده النهاردة مع النادي الأهل يقول لك بجميل جدا أنا لأ أنا عايز أجيب الهدف اللي يخليني أنا بقى مطمئن بس ممكن هدف يتأخر ماشي أنا بقول لك ممكن أنا بقول لك أنا أنا هي المدير الفني بيرسم سيناريو السيناريو السيناريو اللي بالنسبلنا الأفضل الأفضل المدير الفني واللعيبة وجمالي النادي الأهل وكلو حد بحب النادي مبكر الهدف مبكر هيجي بحاجة واحدة بس ضغط عالي على ساندوز اللي بيحب يلعب كورة من رجل لرجل ومش هيغير آه ما بيغيرش اسلوبها لا لا بص سامن هي ما تعرفش هي بتبقى خناعات لعيبة أو ده اسلوبهم يعني في فرق بتقول لك أنا ما غيرش شكل ولا تبقى أنا فريق كبير ساندوز من الفرق اللي ما تغيرش اسلوبها مع مستر جوزي ساندوز من الفرق تحب حارس المرمى يسلم اللي اتنين أو اللي اتنين المساكين ويبدأ من رجل للرجل على فكرة على فكرة بمجرس بالحارس المرمى أحيانا حارس المرمى كمين بيطلع برد 18 ريلا عب معهم فعلا هم عندهم سخف نفسهم بتوصل لحالة لا مبالاة انت فاهمني اللي هو لا أنا أنا فيش فرق بينهم من اي حد أنا بحب بلعب الكورة اللي هي السخة بس السخة في وقت الشعرة اللي بين السخة والغرور هي بتتقطع من عندهم كتير فدي عشان كيف أقول لك أنا لو كولر من كولر النهاردة ضغط جامد جدا وأنا متأكد يا أيمان الفريق لو ضغطت عليه من أول مباراة في أخطاء هتحصل وعشان كده النهاردة موجود بيرسي تاو بيرسي تاو موجود في الحتة اللي هي الغرض دي لأن بيرسي تاو من أكبر مميزاته كراس حربة غير كل الناس التانية مستو المناطق القريبة اللي هي المسافات القريبة القسيرة اللي هي خطوة تانية بتلاقيها عند الجول كويس انت اتفضل ماشي أنا لعب معاك معاك في الكرة البيانية ماشي إنما مثلا هنقول إيه إن من ضمن مفتيح اللعبة النادي الأهلي علي معلوم محمداني أحيانا في الكرة العرضية ما ليس ما كتلكش الموضوع طب اتفضل ماشي ماشي أنا بس بكلمك على البداية تبقى ازاي البداية بتمنها أو احد بتمنها ضغطة على عسان داود إن شاء الله تخطف هدف كويس تخطف هدف ايمن تبدأ لعبك العادي بقى اللي هو ايه انت عندك النهاردة جنبين في منتهى القوة دفاعينه هجوميا وانسجام ممتاز عاملو كولر النهاردة بوجود محمد هان زي ما كابتشف اتكلم عليه ومستوى الرائع مع حسين الشحات من أحسن لعبت النادي الأهل المستوى في الفترة الأخيرة على الجنب الآخر عالم معلول مستوى سابت دفاعين وهجوميا جبهة قوية جدا ومعه أحمد عبدالقاد فانت انت بتتكلم على جبهتين في منطقة القوة هجوميا ودفاعيا بس مش تعمل كرسات كتير النهاردة انا بدل بقول لك عليها ما عشان ما عليها سبتك تتكلم عشان اقول لك ليه اعتمادك النهاردة كله على دايما القلب القلب والمناطق العكسية بين المساك والباك والمساك والباك الناحية تانية اللي بيستغلوهم مين وبيعملوهم فيهم باقتدار أسلحات ورافعليك هم دول دي النهاردة أسلحة كولر اللي هيركز عليها كولر ما بلعبش نهاردة على الأطراف عشان نعمل كور عرضية واتلاقي مثلا لا ونفيش محمد شريف عشان كده وحط برس تاو اللي هو كولر بص وجهازه طبعا للمعاون مليون في المية حافظ مزاك حافظ صندوانش كويس قوي ودايما بتيجي تفرغ على فريق انت بتدور على نقطة ضعف الفريق وابدأ لعبانا عليها حتى لو هغير في الشكل انت فهمني يعني النهاردة الشكل كله ما سلا كان متوقع محمد شريف سرعة ومهارة وياحف يختف كله توقع كده أو كهرباء وجايب جول المشي اللي فات ونازل وكده كويس النهاردة هو لأ شاف من الناس اللي عنده مين اكتر واحد مناسب لطريقته واللعب صندوانش فشاف مين بيرسي تاونش هو ده الانسر الانسر النهاردة انهو مش هلعب بيرسي تاونش خالص نهاردة نهاردة كل لعبه الاختر نقطة ضعف عند صندوانش الكورل في القلب الكورل في العرض الكورل اللي هي البيانية اللي بعملها محمد مجلي في القطار بيرسي تاونش بخش لعبه ما السكين لا لا الاستقافة ديوش موجود كبالك معظمهم طيرين على طول حتى ارتدادهم بعيد كده مبطي انا بتكلم بالذكرة انا ما اتفرش نحصل دول السنة دي خالص انا بتكلم به الشكل دايما الافارقة بالعبه بي صخافة ان الظاهير يبقى جوه كده ويقفر مش موجودة والفريق ده فريق مش عايز اقوله متعالي بس دايما عنده مصطقة نفس عليه قول فاستغلها النهاردة ان شاء الله بداية مباراة كل امورت الحل ان شاء الله باذن الله رب العالمين كابتن وسامل البداية النهاردة من الفريقين في دقوة تشكيل وطريقة اللعبة بص مستر كولر ما عندوش تحفظ يعني يعني كل الماتشات تقريبا اللي لعبها مع النادي الاهلي سواء في الدوري سواء في مطورة قدية كاس العالم سواء في مباراة اسوان بيلعب بضغط من قدام وعايز تمالي من البداية هو الفعل حتى كتير في مباراة خارجية وشوفنا حتى في المستوى الاعلى مننا اللي هو ريال مدريد يعني او طبعا في لمينجو احنا كنا احسن بس بس المتكلم في قبل المباراة وعن بطل امريكا الجنوبية برضو مستوى عالي ومع ذلك في ريال مدريد وفي لمينجو برضو بيلعب زي ما بيقولوا ايه رأس برأس يعني بيضغط من قدام عادي ومش قلقان ومش عامل تعفز مش عامل حساب قوي لا فهو ده واضح ان ده اسلوبه وعود اللعيب عليه فالنهار ده برضو هيعمل كده وهيضغط من قدام عشان ايه هو مقتنع بالاسلوب ده واضح في كل ما تشطه هو مقتنع بالاسلوب ده بيلعب بضغط من قدام عايز يخلص بدري يخلق فرص من بدري يدي لعيب توقيح تمالي احنا قادرين احنا نكسب هي بس المشكلة في ايه انك يا اما تتأخر في التهديف وده ممكن وارد زي ما انت قلت تيجي اكسب في الديه اكسب في الديه الاخيرة ولكن هي المشكلة انه الخطوط ما تبقاش متقربة ولما تفقد الكورة الارتداد بالنسبة للمهاجمين النص بلعب يبقى بطيء وده حصل في بعض المباريات ولذلك بيحصل خلل وانفتاح في التلت الاخير في المباريات مثلا زي سان داونز زي ريال مدريد زي فيلمينجو زي في المباراة بس في الدولة انا مش فاكر هي ايه انك الارتداد للدفاع يبقى بطيء وانك تعطى للكورة وانك تقلل المساحات اللي في ظهرك لانك انت مهاجم على طول بشكل كبير ساعات بتبقى قليل فهي دي النهاردة اللي لازم ان شو الله ناخد بانا منها ان احنا نلعب بضغط جديد زي ما ميستر كولر متعود وده على فكرة اسلوب النادي الاهلي من زمان يعني من زمان حتى وانحنا بنلعب كلنا بنضغط عليها جدا من قدام وبنحاول نعمل كذا كورنر وتزديد وفاولات واختورة من بداية اللقاء وزي ما كابتو شريف قال انه احيانا كنا ممكن اول ربع ساعة جايب جنين مثلا في الفرقة الافريقية دي فده اسلوب وميستر كولر متابعه المشكلة زي ما قلتلك الفرقة دي عندها اللعب في المساحات كويس جدا مميزين فيها جدا مميزين جدا بيعرفوا ناحية العكسية او تمرينها بينية في العمق ويتحركوا عليها فلازم النهاردة نبقى التحول لما نجي نفقد الكورة واحنا في حالة هجوم لازم يبقى سريع جدا ولازم يبقى فيه تعطيل اللعب يعني احيانا انا كلعيب نص ملعب او لعيب مهاجم بس انا بتكلم عن نص الملعب الاكتر لانهما بيبقى اقرب للعيب التده انه انه فيه وقت لازم عطل اللعب في نص الملعب فيه فاولات بنقول عليها فاولات خططية اللي هي التكتكية انه لازم عطل اللعبة اوقع في الهجمة قبل ما تكتمل انهما عندهم سرعات في التحول لقدام في المساحات الخالية فانا اعتقد ان مستر كولر هيبتدي ضغط من قدام دي ما فيهاش شك هيحاول يغلط حارس المارمى والمدافعين ولكن يبقى ان نكون احنا موفقين في استغلال الفرص احنا متش اصوان الميزة انك انت ضغطت من قدام واستغلت الفرص تقريبا اللي جات لك استغلت الاخطاء ومعن طريقها جبت الفعلا ثلاثة جوال من اربع فرص احنا احنا فيه متشات اخرى زي ريال مدريد مثلا او فيلمينجو او جالنا عدد فرص كبير ما استغلناش تقريبا ولا فرص اي او يعني بس البنالت اللي جيل العالي معلول لكن متش اصوان انت ضغطت من قدام وقطعت واستغلت اربع فرص جبت منهم ثلاثة اهداف فدي بقى النهاردة دي مهمة جدا ان احنا نستغل الفرص اللي لنا ونقلل الاخطاء اللي علينا ونقلل المساحات ونعطل اللعب الحاجة الاخيرة هي الضربات السبتة الضربات السبتة مهمة جدا هما بالعب اه هما بالعبوها كويس قوي واحنا في المقابل لازم طبعا عالي معلول بيجيد الكورنرز والفاولات الكورنات العرضية والكورنات السبتة محمد عبد المنعم متولي الناس بتاعب لعب بتمخها مروان عطية الى حد ما هو العدد النهاردة مش كبير او اللي بيلعبوا بتمخهم لكن الفاولات هتعمل فيها ايه ما انت لازم بتحطها في التمنتاشر لما تكون على حدود الورايب او الكورنرز اي كابتن عادل عايز اكلمك على سيناريهات المباراة انت دايما تقول ان المدير الفاني بحاضة اكتر من سيناريه اه طبعا عندك بلان واثنين وثلاثة بتغيرهم او بتستعملهم حسب ظروف المباراة عزم طبعا على حسب انت عايز ايه بالضبط سيناريهات المباراة بالنسبة للبداية من ميستر كولر وفي حالة احراز هدف مباكر طب لقدر الله في حالة ان سانداونز احراز هدف طب مثلا الامور فضلت لحد الاخر المتعادل هل بتدوس جمد في الاخر ولا تقول ايه لا نأمن نقطة احسن من انا افقد التلات نقاط ميستر كولر بيفكر ازاي في السيناريهات دي هو اكيد بيفكر على الفوز لانه النتيجة انت خسرين اول مباراة مع تلعب المباراة التانية فانت يجب عليك ان انت لازم تفوز بالمباراة تفوز بالسلاس نقاط فاكيد هو اللي هيبقى الفعل لكن حتة انه يجيب هدف مبكر ده غايته ده اهم نقطة عنده لانه انت بيلع فرقة كبيرة الفرقة الكبيرة ما تسبلهاش الوقت لانه لو انت سبتلها الوقت عندها المهارة وعندها الفكر ممكن يدايقك يقدر انت لما هتتسرع يقدر يضربك من اي مكان لانه عندهم المهارة لما يجيب هدف مبكر يكمل ولا يحافظ ويتزن على حسب اتجاهات في الاتصاندونز ساندونز هل يلعب ازاي اولا ساندونز النهاردة يلعب ما بيلعبش تلاتة اربعة تلاتة تلاتة الشكل تلاتة تلاتة لكن هو بينزل كله بيتطبيقه بينزل كله في وسط الملعب بيشتغل على مساحة صغيرة لما بيعمل الضغط بيعمل الضغط باربعة مش بتلاتة بيبقى التلاتة وبيبقى وراهم واحد من نص الملعب من التلاتة بتاع نص الملعب لما بيعمل الضغط لكن الحتة الهجومية بتاعته بيطلع واحد نص الملعب بيزود كراس حربة تاني وبيعملوها اربعة اتنين تلاتة واحد في النحاة الهجومية لكن في النحاة الدفاعية بيرجعها لأربعة واحد اربعة واحد ممكن يضغط من البداية الممكن ممكن لأنه عنده ريحية في النتيجة في الموقف. أو في الموقف في المصأن أنه يقال إن طبيعاً يكسبني على ملعبه. كما أ因為 أكسبه على ملعبه. زي ما هو يعني ممكن يقول لك لأعمل الرزق أبدأ برزق لكن هو الأمر خلينا خلينا نتكلم بفكر فرقة النادي الأهلي في الوقت الحالي لازم تكسب يبقى لازم تضغط الدغط بتاعك لازم يبقى بحذر أنت ما بتلعبش فرقة قليلتك تكين فلازم الحذر بتاعك يبقى فيه وإنت بتهاجم إزاي هتدافع وإنت بتدفع إزاي هتهاجم المعادلة دي لازم الفرق الكبيرة لما تلعب الفرق الكبيرة تبقى واخد بالك منها لكن ممكن فرقة أصغر أقل يعني أنت ما احترامي للفرق اللي في المجموعة التانية القطنة أو الهلال على ملعب خارج الملعب أنت لازم تهم الكلايات معهم أنك تضغط عليهم طول الوقت لأنك أنت الأفضل بمراحل سان داونز أنت الأفضل ولكن مش بمراحل كبيرة فرقة كبيرة فرقة متمرسة على البطولة الأفريقية فرقة بتاعها تلعب خارج ملعبها كويس اللي بيخليها تلعب خارج ملعبها كويس إيه؟ أنها احتفظ بالكورة تلعب لك أول فرقة في أفريقيا أنا بشوفها تلعب بالطريقة الهرمية اللي بيلعبوا بيها كل الفرقة الكبيرة لو يطلع واحد والتاني جنبه والتالت والرابع واحد قدامه علشان يعمل البص والتغير حتة الطريقة اللي عب أنا شفتك استغربت لما قلت لك أنه هو ما بيلعبش 4-3-3 هو ما بيلعبش 4-3-3 برا بالذات ما بيلعبها بيلعبها ازاي؟ ما هو 4-3-3 على الورق لما يجي يقف أول ما يجي سنتر يعملها لكن لما يجي يدافع بيدفع بلوك واحد كل العالمية كده خلاص ما فيش حاجة سمعه أنك أنت ما فيش طريقة لعب واحدة يعني أنا لما ألعب 4-3-3 لما بهاجم باب 4-3-3 ولما بدافع باب 4-3-3 لا أطبعا لما بهاجم باب طريقة ولما بدافع باب طريقة أخرى لكن ده سيستم الشكل بس اللي احنا بنقول عليه لكن هو لو تأخر بهدف هيرجع يلعبها ازاي؟ هيلعبها بقى 4-3-3 يلعب وينجي رايت وينجي ليفت وراس عربة وثلاثة في وسط الملعب وممكن يزود واحد يبقى اتنين وواحد قدامهم في حالة التأخر بهدف آه في حالة التأخر ده سونداونز لكن لو هو جاب هدف هيعمل ايه؟ هيرجع أربعة واحد أربعة واحد بينزل واحد من نص الملعب من الثلاثة ويبقى قدامه اتنين وبيبقى الطرفين ينزلوا كأظهرة وبعدين يبقى واحد من اللي هو في الوسط الرأس حربة هو اللي بيلعب لوحده تتكلم هيبقى التنفيذ مختلف على الكلام اللي على الورق الكلام اللي على الورق يكتب مفيش طريقة انا اجيبها لك على الورق ومفيش حاجة في كرة القدم اسمها طريقة سبت مفيش حاجة لانك انت وانت بتهاجم بتلعب بمجموعة وانت بتدفع بتدفع بمجموعة وبعدين احنا في العصر اللي احنا فيه دلوقتي كرة القدم بقت عبارة عن نفوذ مناطق يعني حتة الباكرايت مثلا محمد هاني او علي معلول مش علي معلول بيطلع يجيب جن في الحتة اللي هو بيروح يكمل عشان يجيب جن ده بيبقى رأس حربة والحتة اللي بيروح عشان يرفع بيها بيبقى وانجليفت اقفشة مثلا لما بيروح الراس حربة ما بيبقى الصنع على العب ساعتها ولو بيجيب الجن بيبقى فرود فانت بتلعب في 20 متر كل واحد بيلعب في 20 متر يا كابتن ايم لما تلعب في 20 متر بتوعك ده نفوذ الاقوى والاحسن اللي بيعمل ايه اللي بيعمل سابورت في النحل الدفاعية وبيعمل سابورت في النحل ازاي انا كسبك في 20 متر هو هو ساندوز النهاردة يعمل كده ساندوز طول الوقت النهاردة لازم يعمل تأمين التأمين الدفاعي مش زي الفرق الافريقية العادية هو مش بيأمن كله بيقف وره ومش كله بيقف لا او بيلعب بالطريقة الحديثة اللي هو ينزل كله ككتلة واحدة ولما يستلم الكرة بيهاجم وبيلعب الكرة بتاعته العادية العكس الفرق ما بينه وما بين الفرق ما بينه وما بين يلعب خارج ويلعب داخل حاجة واحدة بس اللي هو حتة السرعات على ملعبه بيتعمد يعملها من البداية ويلعب الضغط بره ملعبه بيسيب لك الكرة وينزل نص الملح هتشوفه النهاردة إلا احيانا في البداية ممكن يوريك حاجة وهية واحنا اتكلمنا في الامر ده مدربين كتير يوهمك انه بيدغط هو ما بيدغطش ويوهمك انه بيدافع وهو ما بيدافعش وهو ما بيدافعش وهو بيهاجم فممكن يحطلك اتنين قدام يضغطوا على كرة انت بتقول انه بيدغط لكن هو منظم النحا الدفاعية وراء بالسبعة أو الثمانية البقائين فالنهاردة المباراة فيها استمشن ما بين المدربين اللي اتنين مدربين مباراة صعبة جدا على النادي الاهلي لو ما تسهلتش من البداية ان شاء الله تسهل من البداية ان شاء الله كابتن شريف من اللي لو في حالته النهاردة يصنع الفرق السراحة المدربين قفشا وحسين الشحات وعبدالقادر قفشا وحسين الشحات اتكلم على الخط الامامي الخط الامامي اللي هو بيخدم على بيرسته دول لازم بيبقوا عندهم من الثبات في الأداء والشجاعة والتمويل الجاية بالنسبة للراجل الرأس الحاربة بتاعها والحالة التبادلية اللي بين قفشا وبيرسته في الدخول زي ما عادل قالك ما نبقاش عارفين مين فينا السنتر فرود ومين فينا اللي بيلعب تسعة كل واحد في المباراة دي حيجيله عدد كتير قوي من الكرات كويس بيتحسب انهاء الباص شكله عامل ازاي الدفع كله بالخطوط وانت الكرة معاك ولما تتقطع منك الكرة ازاي ما تسمحش الفرقة دي بالأريحية ان هو يستلم الكرة ويرايح الكرة بعدين يبص يشوف الونجليفت بيقطع هناك يروح فاك الراجل ارجواني اللي كان عندهم اللي كانوا عطول بيرحوا معلقين الكرة ليه هناك ما تدروش الفرصة دي انت دايما يبقى عندك اللحظة دي ان لو تقطعت الكرة انا خلط بقى بضغط عليه مايلعبش باي حاجة بصرة النهاردة سهلة وانحنا بنلعب عادي جدا هناك زي النهاردة زي ما عادل قالك ينويش لك باتنين ويلعب معهم بسبعة قطعين الكرة وقعاديين مستريحين ان انت تيجي تغلط وتديله الكرة هي دي الحالة الهجومية بتاعتك اللي بترجم شغل العشر لعيبة اللي هي عندك ازاي كان محمد هاني او علي معلول الناس اللي بتعمل اللي بقيت فرقتك كرة بتطقطها لازم الاقي محمد هاني ده زي ما انا حطه على الورقة كده هاف ريت وعادي معلول هاف لفت كرة بتترد بتا اقدر الكرة لو راحت عند ديان اطلع يمين او اطلع شمال عند مروان اطلع يمين او اطلع شمال او ارجع تاني لعبد المنع بنبتدي هجمة جديدة دايما الكرة عندك انت في رجلك انما مين صاحب الكلمة وصاحب الحكاية كلها الرجل اللي بيجيب جول اللي هو في العمق الهجومي الرجل اللي انا وانا يوقف في العمق الهجومي ببقى مزبط نفسي على واحدة مستني اه وانا كنعب كرة اشوف بقى الرجل الديفندر ده وقف ازاي يعني انا شايف الديفندر واكيد الكوتشات كلمتني وجهاز الفان يكلمني انا نفسي حالتي انا النهاردة عندي اه الشكل الهدفي يعني انا عايز يجيب جول النهاردة انشاء الله انت عايز تجيب جول وانا عايز يجيب جول وحسين الشاعة عايز يجيب جول وعبدالقادر مركز وبيلعب كرة طبيعية وكلام حنجيب جوال انشاء الله وهو ده اللي مطلوب اشتركوا في القناة فإن شاء الله بداية كويسة ونكسب اللقاء نهار بإذن الله لازم إن شاء الله تكسب إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله لنزل الآن تحيي الفوز من البداية هنروح لفاصل ونلغى لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث الشوت الأول انتظروه